شكراً للمشاهدة 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 خصوصاً الناس اللي بالخيام أو اللي قاعدين عن جيرانهم أو اللي ست سبع عوائل قاعدين بغرفة عشرات آلاف العوائل اللي تهجرت من حلب تهجرت من الغوطة تهجرت من حمص غير اللي هدمت بيوتها العالم بدا تحس انه Becky باللهם بدا تحس انه في شي إلي في غرفة قويتني أنا وعيلتي هذا من الاحتياجات الضرورية عند الناس والشيء الثاني فرصة عمل بدنا الناس تشتغل 50 دولار 50 دولار مننزل إعلان عندنا بالجمعية على وظيفة 100 دولار حجم الواسطات والناس اللي بتتصل واللي بتقدم كبير 100-200 واحد مشان وظيفة وظيفتين الراتب 100 دولار بالشهر 3 دولار باليوم ضمن هالاحتياجين بلشنا نفكر انه طيب انا شو اللي ممكن اوجد فرص عمل للناس وموضوع الايواء موضوع الايواء ما راح احكي فيه مباني البيوت الصغيرة يعني ما هون دوره موضوع العمل ايضا نشف نتشعب شو ممكن نشتغل شرائح المجتمع كثيرة في شريحة الشباب اللي مثقف اللي عنده مهارات هادول اللي شريحة في شريحة المهنيين وفي شريحة بسيطة عنده بعض طلع فكرة او من الامور اللي يعني دكتور هاني كمان حكي فيه انه نحن هون بتركية موجودة فكرة البازار في ناس عنده محلات هيشغالة بتدعمه سواء بكرة بمشروع القرض الحسن راح يبين اه يعني او اليوم هلأ تمان شوي النقاش اصحاب المهن كيف ممكن تساعدهم طب الناس اللي ما عنده او مهارات صغيرة او هو عنده بعض انت بده يعرضه فكرة البازار او السوق الشعبي طبعا يعني البرزنتيشن ما راح كتير التزم فيه انه هو مثل ما اتلكو انا ما بحب الكلام اللي محطوط هيك انا عب بحكي الكلام بعملته كيف طلعت الفكرة نحن عم نحكي خلفية المشكلة هي النقاط اللي موجودة امامكم الان تقدروا تشوفوها بس فيه ناس بده مكان تعرض فيه هو عنده شيء ممكن يسمع شيء ارملة اشتغلت كروشي بالبيت طب وين بده توديه الا نعمل سلسلة تجارات كبيرة وهي ببلاد مستقرة بتكون جيدة سوريا بالفترة الاخيرة قبل بداية الازمة انتشرت فيه شيء اللي هي الورش تجار كبار عم يصدروا بمئات الملايين من الدولارات كان ما عنده المصانع بروح الصبح بمر خصوصا بحلب القديمة التاجر بمر بيعطي مواد الانتاج لميتين عائلة برجع المساب اللي ممله الف دزينة وبيبيعها نفس الفكرة انحنا اليوم بشيء ابسط انه هالناس البسيطة بده مكان تتروج فيه افضل شيء انه نعمل سوق شعبي فهي تقريبا الاسلاج التاني تأسيس سوق او بازار مثل هيك على قطعة ارض حكينا انه انحنا عشرة دنوم لقيناها بمنطقة المخيمات لانه في عندي بمنطقة المهمات خمسين الف اسرة ساكنة بالخيام جزء منها صح تحول لنوع من البركسات او انه بنا بس ولكن انا بالنهاية في عندي كثافة سكانية بستطيع انه اوفر سوق شراء وسوق امتاج وهي ضرورية في اي فكرة لبازار انك تشوف وين بدك تحطه نازم الناس الوصول للمكان سهل سواء للبائع او للمشتري فكنا اخترنا المنطقة باطمة وراح اتأسم الجمعية الفكرة نحن طبعا بجوز يكون الناس معنا ولا لا وواحد بقولك انا مو فاتح جمعية خيرية بس المجاني ضرر اي شي بتقدمو مجاني مية بالمية ضرر جربناها بموضوع الخبز ولان انه صار فيه هدر لما منحدد سعر ولو بسيط بصير فيه حفاظ على اكثر فالفكرة انه انا كمان ما بدي اقدم الخدمة هاي مجانية انا اقدم سعر رمزي مية ليرا سورية بما يعادل خمس دولار اجار المكان في اليوم مقدور عليه وحتى اشجع الناس انا عبقله انت رح تتأجر من ادارة السوق ما لي علاقة ولكن انا كجمعية اليوم عندي دور بالمجتمع رح ادفع عنك بالفترة الاولى لما اشوف انت ماشي بعدين بس تتعود هو رح حاله يصير يأجر هذا الامر لأكتر من فائدة ادارة السوق رح يصير فيه عنده مدخل بسيط من هذا هاي هي رح اتقر عملية النظافة والامور الاخرى هاي كلها تحكناها مبررات المشروع رب نرجع انه اليوم لازم نفكر انه هذا السيل من التبرعات مع الازمة مع الاموال اللي اجت هي رح تمتهي وبالتالي مشاريعنا لازم يكون فيه طابع الاستدامة الاستدامة انه المشروع يشغل نفسه بنفسه انت عملت مركز فكر فيه بكرة انه رح اقدم دورات وتكون هاي مدفوعة كيف يشيل مصاريفك نفس الفكرة نحن فكرناها بالبازار انه انا قديش ممكن بده مصاريف بين حراسة بين نظافة بين ادارة وكيف ممكن احصلها من الناس اللي رح اتعرض اذا جبت رجل للمكان واذا عملت فهو هاي انه نحن نفكرين باجار المتر المربع او يعني المكان اللي الناس رح تعرض فيه طبعا هاي الموقع المشروع رح يكون في منطقة يعني ادلب طبعا الهدف العام للمشروع هو تحريك عجلة الاقتصاد بعد الصراع والازمة يعني صراعات الحرب اللي اليوم افقرت الناس وشلتهم تقريبا كيف ترجع الضخ اموال وتحرك الناس للشغل انا متل ما قلت بجوز بي مداخل تاني انه الشعب السوري عنده ميزة انه شغوف بالعمل فعليا شغيلة يعني الناس حبة لتشتغل اي شي موجود انت عبتلاحظوا هون بتركيا بتلاحظوا بسوريا بتلاحظوا بالمناطق اللي كانت عبتنقصف مباشرة البساطة بتطلع يعني انا كنت بالمعرة لما انقصفت بعد ثلاث ساعات رجع سوء المعرة زحمة ما نك عرفان تمشي من البسطات طب قبل شوي قبل 4-5 ساعات مطالعين 12 شهيد يعني شغلة غريبة يحب الناس للعمل وان الدور هاي هاي نازم يستثمر هذا يجب ان يستثمر تأمين دخل مستدام للعوائل الافراد تحسين بيئة العمل في المناطق التي يعمل بها المشروع تخفيف العبع على المؤسسات الإغاثية طبعا قدرة المستفيدين تغطية الاحتياج الهونس هون كرامة النازحين الصباح حكينا الكسب هو حقي يعني مثل ما بيقولوا إحدى صور الكرامة كتير الإيد اللي عبط نحن جربناها لما عبطي القروض المتناهية الصغر المايكروفاينس لما عبيجيني المستفيد مشان ياخد قرض كيف نفسيته ونفسيت لما عبيجي عبيطلب مساعدة أو يسجل على مساعدة هناك جاي عبتعطينا عبسدك خصوصا لما يجي يسد الفلوس جاي هيك عبيعطيك أنت داينتني هاي الميت دولار تبعيتك مينيتك على حالك تقريبا غير لما بدي ياخد الميت دولار أدمى أنه الناس تعودت ما تعودت لا فعليا الكسب بيحفظ صونة الناس بتشوفه هو يعني جاي أنا زلمي كسيب وبالتالي أنت بدك تساعدني عبتعطيني قرض وأنا عبسدك إياه هذا بإهل موضوع فموضوع صون كرامة الناس أنك تشجع على الكسب لازم ما تغيب عمنا عم نحكي المخرجات المتوقعة تغطية الاحتياجات الأساسية بمعدل خمس أفراد المستفيد خروج هؤلاء الفئة من المستفيدين من جمهور إلى خصى نحن منطقة المخيمات أنه تصير هو بصير يعني بصرف على نفسه وعلى عيلته طبعا سيد البعداء مخطط هذا هو الأرض طبعا فيه أمور سعادتنا أنه نحن في المنطقة هناك بانين تجمع اثنين يعني في عنا 1300 واحدة سكنية بنينها بنفس المنطقة عنا 13 مخيم عم نديرهم بنفس المنطقة الأرض اللي هي عليها المشروح هو أصلا مشتري أحد الأخوة ووقفة لعمل خير فبانين على الجزء وبالتالي بتساعدنا بهالمشروح هاي كلها تعوامل مساعدة بس ممكن تتوفر للكل وكل واحد بمنطقته أدرا بالإحتياجات وكيف ممكن يعملها بهالتقسيم رجع عليها هاي بتاخد 200 محل تقريبا 200 بسطة البسطة 3 متر بـ 2.5 فأنا عندي 200 عائلة أصبحت منتجة وفي آلاف رح تيجي تزور وتشتري أنا هون حركت هاي نرجع على طبعا نحن جربنا هذا المشروع بـ 40 وحدة صرنا من سنة وشوي لما ولقينا يعني التجاوب في إحفاقات في ناس بعد ما دعمناها وكذا وكان الدعم مو أنه يجي بس يعرض لا نحن نوفرنا له مدخلات إنتاج في نسبة باعة مدخلات الإنتاج ما منقول بس مو معناته إنه المشروع كان يعني فهلأ اللي استمر هو اللي هلأ حريص وعب يدفع وعم ندفع وعم ناخد منه آجار هذاك محل أكبر عم ناخد منه آجار والأمور ما شه هلأ صر لها سنو وأنا أعتقد أنه يعني نحن بدينا هلأ المشروع سينطلق خلال الشهر القادم عم نستنى الشتة اللي هو إجت السنة ما شاء الله أمطار كتير خلت صب الأرضية معطل مطراب طبعا رح أكون في خدمات للسوق وهي شيء جيد كتير نحن بمشاريعنا نفكر فيها صحية نحن نخدم الناس بسيطة وبجوز بدها مساعدة بس خلينا نفكر لقدام أنه يكون في عندنا إحسان بكتير من المشاريع أنا اليوم إذا بدي أعمل بازار مثل البازارات الموجودة بتركيا شو مكان بدي أعمل لهم مضلات حراسة حطت تنيل للنظافة طيب هدول في عالم قريبة بدها ممكن تدخل حمامات فباع الحمامات أحيانا بتكلفة قليلة يعني تكلفة المشروع كله إنسى سعر الأرض بس ما رح تتعدل عشرة آلاف دولار لمضلات لهدول مثل شوادر وعلى الأرض وصبت بس الأرضية وتخطيط بعدين هيت طبعا هاي يعني أمثلة ما رح تكون بهالجودة بس اليوم بتركيا هاد كتير بسيط عمدان خشب وشويد شوادر بشارع عبيعمل عبيعمل بازار فنحن ما نكبر القصة بدي أعمل محلات ومئتين محل بجوز كل محل اللي كان بكلفني أربعة آلاف دولار لو بدي أعمل محلات رح يكلفوني ثمانمائة ألف المئتين بأربعة أما هلأ أنا بعشر كلاب حتى عشر ألف دولار نهاية القصة وأهم من أنه وفرت للناس البسيط للأرملي اللي عاملة مشترية كرتونين مخلل أخيار وعملتهم مخلل وبدأت بيعهم صار في عنده مكان تحط الأطار ميز تبيع اللي عملت تطريز بإيدة وعملت وبحرك والناس بتقلت بعض يعني ممكن ابتداء العالم تجي مهي يشوف هاد عبي بيع سكراب يقول لك طب أنا بلم حديد وبحط ببيع يعني مازال في بيع في مرجود العالم عملت مربى بجوز وحدة ثانية يقول لك والله أنا مربى يلسي أطيب من هذا بعمل ببيع وهي اللي شفناها بالمشاريع الصغيرة بدولة مثل الكويت أنه نساء وكوتيات ومختدرات يعني معاهم معاهم عملوا هاي اللي عملت كبة وهاي اللي عملت كيك لما سوقوا على الانستجرام وكذا صار عدوى صار كل وحدة عند مطمخ بالبيت وتصور الانستجرام وتشتغل فهي الأمور بتعدي الوقت كيف أنا تقريبا يعني نهيت إذا في إذا في أسئلة هاي هي الفكرة ببساطة طيب أنا تقريبا يعني نهيت الفكرة تبعيت يعني السوق الشعبي وإذا في الله يعطيك العافية أستاذ خالد رح تتم معنا أستاذ إيمان وبعدها نسأل إن شاء الله أستاذ إيمان المدير التنفيذية لرحمة الله وأيضا عضو سيئة الاتحاد أخلا ستأتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر